مرحبا وأهلا فيكم طبعا نحن اليوم في أجواء تشكيل الحكومة الجديدة بعد ما أدى بشار الأسد اليمين الدستورية لفترة رئاسية رابعة ما شاء الله لازم طبعا حكومة أديمة بتصير بحكمة مستقيلة وبتصير حكومة تسيير عمال ولازم تشكل حكومة جديدة طبعا قبل كان الحكومة تشكل برئاسة أحد رؤساء فروع المخابرات عن بهجة سليمان ولا غيره نحطوا أسماها الوزراء يعني بيوم وليلة أو بليلة ما فيها ضوء أمر مثل ما بتكون لكن اليوم الموضوع اختلف تماما وصار هذا الموضوع مهم وصار فيه تدخلات دولية مثل كل شيء في حياتنا السورية صار طبعا قوتين الرئيسيتين الصديقتين للنظام السوري روسيا وإيران إلى يد وإلى دور في هذا الموضوع لازم نفهم نحن نتقاسم النفوس في موضوع الإدارة في سوريا موضوع يعني مناطق النظام خلينا نقول إيران هي يعني إلى النفوذ الكبير في موضوع الإدارة المدنية أي شؤون الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء وعرنوس مثل ما بعرف مدعوم من إيران ما بعرف إذا بيضلقوا بيسموا شخص غيره وطبعا بالإضافة إيران مسؤولة عن كل العمل الميليشياتي إذا صح التعبير في سوريا أو معظم هذا العمل روسيا مسؤولة أو يعني هي نفوذة في موضوع الثروات الطبيعية وموضوع طرق النقل بين المحافظات والموانئ بالإضافة لطبعا الشؤون العسكرية إلى القرار النهائي وبالتالي في يعني معركة بين الطرفين اليوم لا تشكيل الوزارة لأن صحيح نحن بنعرف الوزارة ورئيس الوزارة هو إجر كرسي ولكن هلأ الموضوع بلش يتغير شوي لأن ممكن إذا رئيس الوزارة وأحد الوزراء أخذ تعريمات مباشرة من أحد هؤلاء الطرفين يصير فيها وما فيها بالنسبة ل يعني التعريمات اللي بتيجي من فوق هلأ ضمن هذا الواقع يعني اليوم فتحت لشوف الأخبار يعني وشفت شوفة ما بتنشاف خليني يعني خلينا نشوف سوا شو شفت لاحظوا كل هاي الأخبار هلأ لعب مرأ لكم ياها اليوم كل هادون التاب هن الأخبار تبع اليوم خلينا نستعرضون يعني خبر خبر زي منيجي على هاد الخبر الأول هو زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى سوريا طبعا التقى الرئيس الأسد والتقى رئيس مجلس الشعب والتقى رئيس مجلس الوزراء وطبعا ناقش يعني قضايا سيادية مع الرئيس وقضايا تخص العمل البرلماني وتقريبا باللقاء كان كل نائب سوري في مواجهه نائب إيراني يمكن هيك يصير ياخد تعليماته منه وموضوع الاقتصاد لأن الكتار ما حفظتهم كتبتهم رأيكم إياهن بحثوا موضوع تعديل خط النقل البري ليصبح من إيران إلى سوريا قانون التجارة الحرة تخفيض التعرفة، تسهيل التعاملات المالية، ضخ الغاز الإيراني والطاقة الكهربائية لحتى يمسكون بهذا الموضوع عبر العراق، إعادة الأعمار، خط ملاحي مباشر فإذا هن يسيطروا على كل هذه الأعمال الإدارية أو المدنية في سوريا يعني هذا الموضوع لازم نحن نفهمه على الشكل التالي إذا مننتقل للخبر اللي بعده، طبعا هذا خبر مطول عن الموضوع فتحنا الخبر التاني، طلع لقاءه مثل ما قلنا نفسه لرئيس مجلس الشورى مع رئيس مجلس الشعب كمان التقى على ما يبدو عطا التعليمات والخطوط العريضة اللي لازم يمشي فيها لأن مثل ما حكينا بتجيلات سابقة، هالدول مع الأسف صارت دول وصاية وصاية ليست فقط إلى علاقات مباشرة مع الرئيس وتتصرف معه كواري لا، امتدت أيديها لحتى تتعامل بشكل مباشر مع المؤسسات السيادية المفروض والحقيقة رح تصير سيادية ولكن قرارها مرهومية، يعني سيادية في مواجهة رئيس الدولة ولكن رح تصير يعني تاخد تعليماتها من دول خارجية مع الأسف الخبر التالت فتحناه، هم طلع أيضا في رئيس زادة اللي هو عضو مجلس الشورى لشؤون السياسة الخارجية التقى مع عضاء مجلس الشعب لجان مجلس الشعب وضعوا يعني أطر عامل التنسيق بمجلس الشورى ومجلس الشعب السوري رحنا على الخبر البعده منشوف أيضا الوفد الإيراني التقى بوزير الخارجية طبعا كلهم لازم بقى هنا يعني يبدو الولاء على ما يبدو التقى بهيكل الأخبار صدقوني من بارح لليوم يعني هيك الأخبار عنها لازم بتفتحوا على وسائل الإعلام الرسمية ما بتشوفوا غير الأخبار طبعا بالإضافة لأخبار درعي اللي حكينا عليه مبارح ولكن أيضا الوفد التقى مع زادة نفسه اللي هو تحديدا يعني لأن اللقب تبعه والله صعب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني هذا هو يلي التقى مع اللجان في مجلس الشعب وعدين التقى مع وزير الخارجية طبعا وبعد ما خلصت الزيارة صرح تصريح طويل عريض رئيس مجلس الشورى عن تفاصيل زيارته كمان هذا ما نشوفه بصحيفة الوطن السورية نخلص من إيران منروح على روسيا طبعا بعد ما حكينا عن موضوع الاحتفال بعيد البحرية من كام يوم في طرطوس ومشاركة وزير الدفاع والجماهير الشعبية اللي حضرت على أسوار القاعدة البحرية تم أيضا الروس افتتحوا فرع لكلية بحرية في اللازقية هذا أحد الأخبار شوي قديم من يومين الخبر الثاني أيضا يعني كمان هذا خبر يعني أنا عبتنقل معكم على الأخبار وفدان روسيان يطلعان على آلية العمل في مراكز النافذ الواحدة بمرفع اللازقية ومشفى تشرين الجامعي أيضا يعني هون في موضوع المرافق والمشافئ الصحة طبعا ننسيت لكم أن الروس اللون دور كبير في موضوع القطاع الصحي ومن هون بتيجي عملية يعني خليني يقول تنازع على تشكيل الوزارة السورية القادمة إذا رحنا على خبر الثالث توزيع مساعدات من وفد روسي بشكل مباشر لأن ما بيسقوا بالنظام بيسرؤون بشكل مباشر على مركز إيواء في مدينة حسيا في دمشق إذا توزيع مساعدات للمهجرين مركز الإيواء في مدينة حسيا من قبل وفد روسي بشكل مباشر بوزع المساعدات وطبعا هي عملوها بأكتر من منطقة هانا أقول لكم عن أخبار مبارح واليوم ولكن هذا الموضوع مستمر والتجمعات أمام المراكز ويعني مع الأسف هذا حال الشعب السوري بكل المناطق نروح على خبر اللي بعده منشوف شوفيه هون وفد طبي روسي يزور مركز إيواء الحرجلة يلي هو أتوقع هذا يتعلق بمركز بيحتزو في المريضين بكورونا إذا رحنا للخبر البعده وفد روسي يجتمع مع وفد روسي إعلامي يجتمع مع وزير الإعلام السوري يعني ما شاء الله الوزراء ما ظل عندهم شغلي غير يجتمعوا مع الوفود الإيرانية والروسية هذا الخبر الأخير طبعا اللي رصدته يمكن فيه شغلات ما رصدته جلسة مشتركة سورية روسية حول اللقاح سبوتنيك وتأثيراته الجانبية أيضا مع وزارة الصحة إذن هاي هي الجولة الإخبارية اللي حبيت ترافقوني فيها اليوم وتعرفوا دلالاته وتعرفوا الواقع السوري اليوم وقالت نحن نحكي عن النظام ونقول أنه هذا النظام فعلا سقط بأنه يعني ما ظل يمترك القرار حتى في أبسط الأمور أمور الخدمية والإدارية مثل ما شايفين التدخل المباشر والفج يعني هذا طبعا هو تحت إطار التنسيق والكذا ولكن نحن أنا وياكم نعرف أنه لا في تنسيق ولا شيء مجرد أنه نمشي بسياق السياسات لروسيا ولا إيران في منطقة سيطرة النظام بالإضافة لتدخلات كثيرة غير مكشوفة وأيضا في باقي المناطق نفس الموضوع يعني السوريين ما عد يملكوا من قرارهم شيء مع الأسف صرنا محمية وعلينا دول وصاية ومراقبة ويعني ابتزاز واستغلال وسرقة سرواتنا واستغلال جهودنا وعصرنا لآخر نقطة لتحقيق مصالحهم ومصالح هذه الدول وفقط مع الأسف شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء